السلام عليكم احترأس سيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي هذا اليوم الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء ناقش المجلس القضايا المطروحة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة تجاهها طبعا جائحة كورونا أولوية قصوى للسيد رئيس مجلس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي وكذلك المجلس لذلك سيطرت بشكل واسع على نقاشات المجلس وايضا موضوع الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة للحد من انتشار بيروس كورونا تم ناقشة أيضا إجراءات وزارة الصحة والتخصيصات المرصودة لمواجهة المرض والحد من انتشاره وتقليل نسبة الإصابات وكذلك زيادة نسبة المتعافين واليوم الأرقام بشرتنا أنه زيادة في عدد المتعافين للقياس للمصابين سيد رئيس الوزراء عند جائحة كورونا أولوية قصوى يتابع هذا الموضوع بدقة وبإشراف مباشر منه ويطلع على أدق التفاصيل في كل المحافظات ويتخذ الإجراءات ويوجه بتدليل كل العقبات أمام الكوادر الصحية من أجل تقليل معاناة المواطنين بهذه الجائحة ويمكن شهدتوا أزمة الأوكسجين ونقصها لذلك سيد رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة الصناعة للعمل بالطاقة القصوى لجميع معاملها من أجل توفير هذه المادة الأساسية في مقاومة ومعالجة البيروس بالنسبة للمصابين به في هذا الإطار جهود الحكومة الآن منصبة على تعزيز عمل وزارة الصح لذلك مجلس الوزراء اليوم اتخذ عدة قرارات لدعم وزارة الصح اتخذ قرار بقيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ 50 مليار دينار من احتياط الطوارئ للمصروف للسنة الماضية بسبب جائحة كورونا على أن تقوم وزارة الصحة بصرفها لمواجهة جائحة كورونا حصرا كما وافق المجلس على تمديد الاستثناء الممنوح إلى وزارة الصحة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 9 لسنة 2020 لمدة 3 أشهر كما قرر المجلس توصيات محظر الاجتماع التشاوري مع مديريات الخدمات الطبية العسكرية في وزارة الدفاع وطبابة الحجد الشعبي ومديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية هذا الاجتماع الذي ينعقد بوزارة الصحة في تاريخ 26 ستة 2020 هناك توجيه بتوجيه جهد الدولة تقريبا جهد الوزارات لإسناد وزارة الصحة وإسناد كوزارة قطاعية إسنادها في مواجهة هذا الوباء الخميس الماضي تعرفون أن سيد رئيس وزارة عقد اجتماع بهذا الخصوص ومع طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحجد الشعبي وجه الطبابة في الدفاع والهيئة بدعم وإسناد وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا باعتبارها أولوية أيضا دول الجوار دول الصديقة لا زالت تقوم بتقديم المساعدات للدولة العراقية وصلت مساعدات من إيران ومن تركيا ومن الكويت ومن أذربيجان بخصوص المساعدات من دولة الكويت قسم منها وصل فعليا إلى الناصرية والقسم الآخر في طريقة إلى بعض المحافظات الأخرى الضيق اللي يتمر بالدولة العراقية من ناحية الأموال هذا يدفع الحكومة للسعي دائما من أجل تعظيم الموارد وعدم الاعتماد فقط على واردات النفط لذلك السيد رئيس الوزراء ومنذ أسبوعين يجري اجتماعات متواصلة مع وزارات مختصة وجهات ذات علاقة بقضية المنافذ الحدودية وقريبا جدا سيكون هناك إجراء حازم للحكومة لفرض خيبة الدولة على هذه المنافذ التي عبثت بها عبث بها النفعيون وعبثت بها مافيات الفساد لذلك أقول قريبا جدا هناك إجراء حازم للحكومة وبإشرافه باشر من السيد رئيس الوزراء لفرض هيبة الدولة على هذه المنافذ التي تعتبر مورد مهم من موارد الدولة غالبية هذه الإرادات كانت تذهب إلى جيوب المنتفعين ومافيات الفساد تأكيد آخر أيضا على تعظيم موارد الدولة والقضاء على الفساد الذي موجود في الدولة العراقية وامتدادا لما تحدثنا به في مناسبة سابقة حول موضوع مزدوجي الرواتب اليوم ستسمعون مصطلح جديد وهو متعددين رواتب المفهوم مزدوجي الرواتب أن الموظف عند راتبين اليوم السيد وزير التربية سلم رئيس الوزراء نموذج نموذج من بعض الأسماء يستلمون ثلاثة وأربعة وخمسة رواتب في وزارة التربية ولجان التقاطع الوظيفي سواء في وزارة التربية أو بقية الوزارات لا زالت مستمرة في عملها لتدقيق كل مزدوجي الرواتب وأعيد ما قلت الأسبوع الماضي خلال لن يطول الزمن قبل أن نقضي على هذه الحالة ولن يكون هناك موظف عراقي يستلم أكثر من راتب واحد قضية مهمة أيضا ثارت الرأي العام أسبوع الماضي وردت معلومات استخبارية دقيقة من الحكومة العراقية واجهزاتها الأمنية عن محاولة عملية استهداف لمناطق حساسة وممثليات دبلوماسية مهمة تعاملت الحكومة واجهزاتها الأمنية وبالتحديد جهاز مكافحة الإرهاب بسرعة وبمهنية وحرفية عالية مع المعلومة بناء على أمر قضائي لإلقاء القبض على شخص يدير هذه العملية شخص واحد أمر إلقاء القبض صدر بي وتم تنفيذ العملية أثناء وصول جهاز مكافحة الإرهاب إلى هذه المنطقة تواجد في المنطقة مع هذا الشخص ثلاثة عشر شخص آخر تم اعتقال هم أيضا وتم الإفراج عن ثلاثة عشر الذين تواجدوا في المنطقة لكن لا زال الشخص الذي صدر أمر القبض بحقه تحت التحقيق وهو في يعني في عهدة القضاء ولم يطلق صراحة هنا يجب تبيان أمور مهمة هذه الحكومة تقود الدولة الآن ومسؤوليتها هذه الحكومة أن تفرض هيبة الدولة ليس في نية هذه الحكومة أن تصرر نفسها وتجعل نفسها طرفا أمام جزء منها أو أي طرف آخر هذه الحكومة أبل الجميع وهدف تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة تم تنفيذ أمر قضائي وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات سلم المطلوب إلى القضاء والقضاء هو من سيتخذ الإجراء المناسب تجاه هذا الشخص وسيقوم بما مطلوب منه حسب سياقات القضائية وليس لرئيس الوزراء أي تدخل في هذه القضية القضائية كرئيس حكومة قام بصدار الأمر لجهاز مكافحة الإرهاب من أجل تنفيذ الأمر القضائي الآن أنا مستعد لسمع أسئلتكم أسئلتكم السلام عليكم سيمونا فلتين من قناة الجزيرة الإنجليزي إندي سؤال هاول على الأغداف يوم الخميس الماضي ما هي الاتحامات المواجحة لحاذا الشخص واحد وهو في أي سجن هاليا بدبت وشنو كان سبب للكرار الأمليات المشتركة تسليم السجنة العربتاش إلى الهاشد كما ذكرت المعلومات استخبارية دقيقة محاولة هذا الشخص إدارة عملية لاستهداف مواقع حساسة وممثليات دبلوماسية وتم التعامل معها بعملية استباقية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والآن الشخص قيد التحقيق وهو رهن القبائل العراقي هو الآن في عهدة القبائل العراقي عند قاضي تحقيق تابع لمجلس القبائل العلا كلامي واضح الآن هو تحت عهدة مجلس القبائل العلا السلام عليكم على حسين مرأس القناة الغدير الفضائية استاذ أحمد اليوم اجتماع جدا مهم وتحدثنا عن كورونا وإعادة فرض ضهيبة الدولة من خلال منافذ الحدودية وكذلك مزدوجي الرواتب لكن لم نتطرق متعددين الرواتب صارت متعددين الرواتب اليوم لم نتطرق إلى التوغل التركي في شمالي العراق وقاتل المدنيين الأبرياء وإعادة فرض ضهيبة الدولة هناك من خلال إيقاف هذه القوات نريد أن نسأل على أي قانون وأي ميثاق دولي تدخل القوات التركية لتفعل هذه الجرام سؤال ثاني وجدا مهم هل ما زلتم تعتقدون أن القضاء العراقي مستقل شكرا جزيلا سؤالك الثاني القضاء العراقي مستقل على الأقل هذا النهج لسيد رئيس الوزراء كل ما قيل وأشيح حول الضغوطات من قبل السيد رئيس الوزراء على القضاء العراقي أو ضغوطات من جهات سياسية أنا أستغرب لماذا يطالب السيد الكاظمي كرئيس الوزراء بإطلاق صراح معتقلين وهو الرجل مؤمن باستقلالية القضاء ليس لديه سلطة على القضاء وليس لديه سلطة على إطلاق صراح أي أحد سيد الكاظمي خلينا أجابك على سؤالك الأول أنا أجابت في المؤتمر السابق على قضية التوغل التركي والعمليات التي تجريها تركيا في شمال العراق وقلت بأن هناك تواصل أو اتصالات دبلوماسية جرت وهناك مذكرة تحتجاد شديدة اللهجة سلمت للسفير التركي وهناك قنوات أخرى لا يمكن الحديث عنها في مؤتمرات صحفية السلام عليكم داود عماد مراسل قناة السومرية عفوا أستاذ أحمد ما مدى توتر العلاقات بين تحالف الفتح وحكومة السيد الكاظمي بسبب حملات الاعتقال التي طالت الحجر الشعبي يعني نعرف نحن اليوم تحالف الفتح أخذ موقف من هذه العمليات رئيس الحكومة العراقية يقود دولة وهذه الدولة قبل الجميع ولا يمكن لها أن تكون طرفا في صراع سياسي أو كل ما بالأمر هو تنفيذ لإجراءات حكومية قيادة الدولة تستوجب أن تكون أبل للجميع وهذا ما فعله السيد الكاظمي كرئيس لمجلس الوزراء وكقائد عامل القوات المسلحة وهو مستمر بهذا السياق لن تضع الحكومة نفسها طرفا تجاه أي طرف سياسي آخر باعتبارها قائد للدولة العراقية فضل السلام عليكم محمود المشهداني من صحيفة السال اليابانية أنا والسلام هناك فتور بين العلاقات العراقية واليابانية علما أن اليابان سباقة في الكثير من المساعدات كالمواد الطبية والمساعدات المالية والقروض وغيرها لماذا هذا الفتور شكرا جزيلا لا أعرف من أين أتيت بهذا المصطلح بالفتور اليابان دولة مهمة دولة متطورة علاقتنا بها وثيقة هناك تمثيل دبلوماسي على المستويات دولة مهمة جدا خاصة فيما يخص تكنولوجيا المتقدمة جدا في هذا البلد لا يوجد أي فتور ونهج هذه الحكومة هو فتح العلاقات الدولية بكل الاتجاهات بد سياسة المحاور نهج هذه الحكومة يستند إلى مصلحة الشعب العراقي التي تستوجب أن تقوم هذه الحكومة بتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع كل دول العالم فما بالك بدولة مهمة مثل اليابان شكرا جزيلا لكم